كيف تعمل الدائرة الإلكترونية؟ أقصد دوائر القدرة أو التي نسميها دوائر التغذية وهي الدوائر المعروفة المشهورة المتوفرة ومتواجدة في جل الأجهزة الكهربائية في هذا الفيديو شرح يعتبر مهم وهو المبدأ العام الذي تقوم عليه هذه الدوائر السلام عليكم الآن سنقوم بتطبيق دائرة كهربائية سوف نبدأ بوضع العناصر متابعين الكرام لن نضع جميع العناصر إنما فقط العناصر الأساسية وذلك حتى نفهم آلية عمل الدوائر الكهربائية بسهولة بسم الله نبدأ أولا سنجلب المحول الكهربائي هذه الأنواع من المحولات نحن نسميها محولات تردد عالي لأنها لا تعمل مع كهرباء المنزل مباشرة ذو التردد 50 هرتز إنما تحتاج تردد من 20 كيلو هرتز وما فوق المحول عبارة عن ملفين معزولين غير متصلين ركز معي يا أخي غير متصلين صحيح الملفين بجانب بعضهما ولكنهما غير متصلين مع بعضهما دائما محولات التردد العالي لها قلب من مادة الفيريت وليس حديد لماذا؟ لأن الفيريت مادة فيرو مغناطيسية مثل الحديد وكلاهما يقوم بتكبير شدة المجال المغناطيسي ولكن الحديد ناقل والفيريت عازل ولأنه عازل لا تحدث فيه دوامات كهربائية الخلاصة الحديد لا يصلح مع التردد العالي لأنه سوف يسخن أما الفيريت لا يسخن لأنه عازل الآن سنضع الملف الأول ثم نضع الملف الثاني فقط هكذا هذا هو المحول الكهربائي ولكن كيف يعمل؟ أول السؤال ما هو الهدف من وجود المحول؟ سيقوم بتحويل الفولت إما يرفع الفولت أو يخفضه وفي دائرتنا هذه سنقوم بتخفيض الفولت من مثلا 200 فولت إلى 15 فولت الآن لدينا مصدر تيار مستمر دي سي وقيمته 200 فولت ونريد تحويله إلى 15 فولت لو نقوم بوصل التيار مباشر على الملف لا يتحول شيء ولا يتأثر الملف الثاني يجب جعل تيار المصدر متناوب أو متقطع إذن نحن نحتاج لترانسستور ما لعمل هذه الوظيفة سنختار ترانسستور نوع موسفت لهذه المهمة الآن سنقوم بالتشغيل لكن الموسفت لم يمرر التيار لماذا؟ حاليا التيار وصل إلى درين الموسفت ولم يعبر إلى طرف السورس كلنا نعلم بأن ترانسستور الموسفت لكي يفتح فإنه يحتاج فولت صغير على طرف البوابة هذه الرجل يسمونها البوابة أو الجتة إذا قمنا بوصل فولت صغير على البوابة نعم سيفتح الموسفت ويمرر تيار المصدر ولكن أين الفائدة من ذلك؟ لا توجد فائدة لأن يجب جعل تيار المصدر يتقطع ولهذا السبب نحن نحتاج IC مذذبذب ركز معي يا أخي في هذه المرحلة ما هو السبب في وجود IC مذذبذب ووجود الترانسستورات؟ نحن نحتاج تيار تتغير قيمته في الملف لماذا؟ ونحتاج أن يكون الفيض المغناطيسي متغير في الشدة لكي يقوم بحث الملف الثانوي ولا يحدث هذا إلا مع التيار المتناوب أو التيار المتقطع ولهذا السبب نحن نحتاج IC مذذبذب هذا الـ IC سوف يقوم بتغذية بوابة المزفت بجهة صغير متقطع وهكذا يتقطع أيضا مرور التيار الكبير أقصد تيار المصدر الآن أصبح المجال المغناطيسي المتولد من الملف الأول أصبح يحث البلف الثاني لو كان المجال المغناطيسي الناتج من الملف الأول ثابت في الشدة فإنه لا يحدث حظ في الملف الثاني وهذا يعني لا يتولى التيار في الملف الثاني الآن يصل المجال المغناطيسي إلى الملف الثاني ويتولى التيار في الملف الثاني وهذا التيار نمرره عبر دايوت وهناك مكثف كيميائي موصول على التوازي إلى آخره نستطيع التحكم بقيمة أمبيرا الخرج عن طريق عرض النبضة أو زمن النبضة كلما قمنا بتكبير زمن النبضة سيتولد فيض مغناطيسي أكبر وهذا يحث الملف الثاني أكثر ويتولى التيار أكبر تيار أكبر يعني أمبير أكبر والعكس صحيح إذا قمنا بتصغير زمن النبضة هذا يعني ستكبر قيمة الممانع الحثية فبالتالي لا يمر تيار كبير وتكون شدة المجال المغناطيسي صغيرة ثم يضعف أمبير الملف الثاني الآن ماذا يحدث لو وضعنا مكثف هنا إذا كنت مهتم بماذا سيحدث أخبرني في التعليقات